حول موضوعات بشأن شنجان والتيبت، أكد ممثل منظمات مثل الجمعية الصينية للتبادل الدولي والرابطة الصينية لتعزيز التبادلات الدولية للمنظمات غير الحكومية وجمعية صداقة الشعب الصيني مع البلدان الأجنبية أن الحكومة الصينية تول اهتماماً بالغاً لحماية حقوق الإنسان للأقليات القومية وأن مستوى المعيشة المادية والثقافية للأقليات القومية شهد ارتفاعاً ملحوظاً وأشاروا إلى أن تقارير بعض وسائل الإعلام الغربية عن وجود إبادة جماعية وعمل قسري واعتقال إجباري في شنجان ليس لها أي أساس من الصحة وفيما يتعلق بموضوع هونغ كونغ أكد ممثل في جمعية الأمم المتحدة في الصين أن ادعاء الدول المعنية بتدهور أوضاع حقوق الإنسان في هونغ كونغ بسرعة بعد تبني قانون الأمن القومي لهونغ كونغ لا أساس له من الصحة وحول تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان قال ممثل جمعية صداقة الشعب الصيني مع البلدان الأجنبية إن الصين وحدت 1.4 مليار شخص ونجحت في السيطرة على وباء فيروس كورونا الجديد وساعدت خمس سكان العالم في التخلص من الفكر وجعلت الناس هناك يعيشون بطمأنينة ويعملون بارتياح وأضاف أن بعض الناس في الولايات المتحدة والدول الغربية يحرصون على توجيه أصابع الاتهام إلى دول أخرى ولكنهم يغضون الطرف عن قضايا حقوق الإنسان في بلدانهم وحول حماية حقوق الأطفال يعتقد ممثل منظمات مثل صندوق السيدة سون تشين لين والصندوق الصيني لتنمية حقوق الإنسان أنه في السنوات الأخيرة شهد نظام رعاية صحة الأطفال في الصين تطورا سريعا وعزز تطبيق تكنولوجيا المعلومات وصول جميع الأطفال إلى التعليم العادل وفيما يتعلق بتأثير الديون الخارجية على حقوق الإنسان أوضح ممثل مركز الصين والعولمة أن بناء الكدرات الوطنية هو وسيلة مهمة لخلق فرص العمل والتخلص من الفقر ويزعم عدد قليل من البلدان ذات الدوافع الخفية زورا أن الصين خلقت فخ ديون ومارست دبلوماسية الديون لكن الحقيقة هي أن الصين ساعدت العديد من البلدان النامية في تشهيد البنية التحتية وتخفيف الديون مما ساعد المزيد من الناس في العالم على التخلص من الفقر وحول الحق في الغذاء أعرب ممثل صندوق الصين للتخفيف من حدة الفقر عن اعتقاده بأن الصين حققت انتصارا شاملا في مكافحة الفقر وحققت هدف التخفيف من حدة الفقر الذي تم تحديده في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 قبل الموعد المحدد بعشر سنوات وقدمت مساهمات تاريخية في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية السلمية في جميع أنحاء العالم وفيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة أكد خبراء وباحثون من جامعة منزو الصينية وجامعة أوهان والصندوق الصيني لتنمية حقوق الإنسان أن حكومة الولايات المتحدة التي تدعي أنها مدافع عن حقوق الإنسان لديها سجل لحقوق الإنسان لا يزال معيبا وشائها وأن المعايير المزدوجة التي تنتهجها بشأن حقوق الإنسان واضحة بجلاء وحول وباء كوفيد-19 أشار ممثل الصندوق الصيني لتنمية حقوق الإنسان إلى أن بعض الدول أثناء مواجهتها الوباء تجاهلت حياة الشعوب وحرضت على الكراهية العنصرية وقامت بتشويه سمعة دول أخرى وانسحبت من منظمة الصحة العالمية بينما سيطرت الصين على الوباء بسرعة وقدمت مساعدات إنسانية مكثفة لدول أخرى وحث الممثل البلدان الأكثر تقدما على الالتزام بواجباتها الدولية والتخلي عن قومية اللقاح ترجمة نانسي قنقر